لحنروح لمحطتنا التالية أكيد سلمة ومحطتنا التالية محطة كثير مهمة لكثير من الأهالي اللي عم نتابعونا كثير منسمع بطيف التوحد سلمة عم يصاب كثير من الأطفال بس عم يكون فيه يمكن خربطة أو اختلاط بين تأخر النطق والكلام عند الأطفال لأنه فيه عوارض مشابهة فالأهل بيفكروا أنه طفله مصاب بطيف التوحد بيكون فيه مشكلة عنده بتأخر النطق والكلام بس لأنه بعض الأعراض مشابهة بتلاقي الأهل خافوا شوي تلبكوا وأكلوا هم أكيداً ويمكن هلأ رح نتعرف على الفرق بين طيف التوحد وبين المشاكل بالنطق كل هاي المعلومات رح تعرفنا عليها ضيفتنا الاختصاصية الأستاذة ولاء الحسن وهي اختصاصية علاج النطق وتقويم الكلام صباح الخير صباح الخير قواتكم صباح كنا عم نحكي تحت الهواء عن هاي النقطة تمام مهمة جداً أنه دائماً الأهل بيربطوا إذا أبني تأخر بالحكي ما كان اجتماعي بشكل يعني مختلف عن أخواته بيخافوا بيقولوا ممكن يكون عنده طيف توحد ولا لا خلينا نعرف الاختلاف بين طيف التوحد وتأخر بالنطق الكلام وشو الفرق بيناتهم يعني لأنه أحياناً الولد لأنه عنده مشكلة بعدم التواصل ما عم يقدر يحكي بيباحد شوي فبالأهل بيفكروا أنه لا عنده مشكلة بصراحة هي المشكلة صارت شائعة هلأ ومنتشرة فكرة أنه نحنا نشخص الطفل اللي عمده تأخر لغوي أنه اضطراب طيف التوحد اليوم في كتير فرق بس اللي عم يكون بالأهالي اللي عم يصير بالأم لما تشوف أنه ابنه ما حكى وقطع عمر السنتين أو السنتين ونصف لسه ما شكنا عنده كلمات فتصير تقرأ ممكن عن أعراض اضطراب طيف التوحد أو تسمع من اللي حواليها أنه ممكن بركي ابنك توحد هلأ نحنا هون ننميز موضوع أنه اضطراب طيف التوحد يختلف كتير عن التأخر اللغوي بالنسبة نحنا لأضطراب طيف في التوحد طبعا هو بيبين بمرحلة الطفولة المبكرة في أعراض بتكون واضحة إلى جانب موضوع تأخر الكلام يعني إحنا اليوم لما بنشوف أنه هذا الطفل هو متأخر لغويا فذاكن إذا هو بدي شخص توحد عنده أعراض لفتة نظري غير موضوع تأخر الكلام لأنه بالنسبة لحالات الأطفال اللي بنا نقول هنه طبيعيين ولكن متأخرين لغويا أو نطقيان فهذه الحالات الثانية ما بتشبه التوحد يعني إحنا بننقيس أول شي في معايير لتشخيص التوحد فأنا بشوف ببين يعني إذا بدي قارن بين طفل متأخر لغويا وطفل توحد بشوف أول مرحلة هي التواصل الطفل الطبيعي أو الطفل متأخر لغويا نوعا ما فهو بيكون تواصله البصري جيد هو بتواصل معنا وبينتبه لإلنا ومشوف في انتباه مشترك وبحاول لفت نظرنا أما طفل التوحد هو بيتجنب التواصل البصري وهي أول فارق جوهري بالنسبة إلنا نحنا لتشخيص اضطرابطي في التوحد بنشوف كمان بالنسبة للتفاعل والتواصل الاجتماعي الأطفال متأخرين لغويا هن اجتماعيين لو هن بيمتلكوا كلمات قليلة بس هن بيبادروا بيقربوا بيحاولوا يفرجونا أنه بدون يلعبوا معنا بيحاولوا يكونوا بمجموعة أطفال ويلعبوا مع الأطفال لو كان اللعب ما في خلاله كلمات بس منشوف عم يلعبوا ألعاب طبيعية ووظيفية بيتلاقي بيلعب بالسيارات بيشارك بيلعبة ممكن نشوف أنه مثلا المعام يعرف يتواصل صاحبة لكن بس بيلعب طفل اضطرابطي في التوحد بنشوف عنده لعب نمطي وما بيهتم لمجموعة الأطفال وهي كمان واحدة من حتى تقيس الأم الشغلة الثانية اللي كمان نحن بنشوفها كفارق بيناتهم اللغة لما بنحكي نحن عن الكلام طفل متأخر لغويا بيكون عنده إن شاء الله ثلاث كلمات بس بيكون عنده بعض الكلمات بيحاول يتواصل ليعبر عن احتياجاته طفل اضطرابطي في التوحد منشوف ما عنده حصيلة الكلام قليلة وإذا كانت موجودة فبتكون نمطية تكرارية ومو ليعبر عن احتياجاته فمنشوف تعبيره بالاحتياج مو بالكلام تعبيره عن أي رغبة هو بالضياها بنوبة غضب بيبكة لحتى يوصل للطلب اللي هو بالضياها أما الطفل الثاني فهو بيحسن لو بكلمة واحدة يحسن يعبر طيب أستاذة ولاء مثل ما حكاتي في فرق كتير كبير بين التوحد وبين خليني أقول التأخر طيب نحن المفروض أساسا من أين تتبلش الأم أنه هي تنتبه أنه في تأخر يعني في سن معين لحتى نبلش بعدين ندخل بمجال نفوت طبيا نعرف العلاقة بمرض معين بالإذن أو بشيء أو بحالة عصبية عنده هاي كلا تبتلعب دور ولكن في سن معين أنا بقول هون ما عنده محصول لغوي فلازم بلش دور على السبب نحن دائما لما بنحكي عن تطور طفل كلام نحن عم نحكي عن مراحل من بداية مرحلة المناغة لو أنتتطور عنده لمرحلة الجملة والحوار العفوي فنحن كل المرحلة فيها تأخير هي فيها تأخير للمراحل اللي بعد هلأ إنتم ننميز إذا فعنا نوع متأخر لغويان وفينا نحن ما نخاف من موضوع اقترابطي في التوحد لما نشوف أنا بمهاراته الثانية ما تأثرت يعني لقينا تفاعله طبيعي لقينا إدراكه منيح ما عنده أي نوع من التأخر العقلي أو ما عنده مثلا خلل بمهارات الثانية نشوفها حتى في فارق مهم أنه عندنا السلوكيات النمطية اقترابطي في التوحد بغض النظر أنه ما عم يحكي ويغض النظر أنه ما عم يتواصل منشوف عنده سلوكيات نمطية تكرارية كل الوقت عم يكررها فنحن منسأل أنت طب شفتي ابنك متأخر لاحظتي عليه أعراض تانية غير موضوع الكلام حتى نحن موضوع الاستجابة للإسم منشوف العمر الطبيعي نحن إذا شفنا الطفل عم يستجيب لإسمه بيرد علينا عم يتواصل ويتفاعل كلينا نذكر الأعمار بس طيب الأعمار بالنسبة نحن لعمر تقريباً السنة بيبلش الطفل بفهم تقريباً بمحصلة 50 كلمة هو بيفهمهم وبيحاول يستخدم طبعاً هنا في فروقات فردية بس نحن على عمر السنة بتطلع الكلمات الوظيفية طفل اقترابطي في التوحد منشوف عنده تأخر بهذا الموضوع الأطفال المتأخرين لغوياً تكون محدودية بالكلمات فيه كلمات ولكن محدودية واضحة هلأ على عمر السنة ونصف مفروض تطور هاي الكلمات للمستوى اللي بلش نحن نعبر بكلمة عن طلب مثل بو مثل ناني هذول الشغلات بيستخدمون الطفل المتأخر لغوياً بتكون قليلة بس بيعبر أما الطفل للتوحد ما بيعبر متمألنا بيحاول يستخدم اسلوب البكة هلأ لعمر السنتين تطلع بمرحلة الجملة من كلمتين تمام؟ وهي هاي الجملة اللي بده تبلش تطور اللي يصير فيها لعمر ثلاث سنين بتصير فيها أفعال بتصير فيها ده ثلاث كلمات بتصير تكبرت الجملة عند الطفل هلأ المتأخرين لغوياً حتى نحن بنشوف على عمر السنتين ما نمتورين الجملة بيفقد كلامهم حتى بعمر ثلاث سنين ظروف مثلاً المكان والزمان يعني القواعد تبعات اللغة فهون بنشوف هدول بدن نتعرضوا أكتر لبيئة أول شي فيها لغة فيها كلام بيئة سرية بالتفاعل تماماً لأنه هدول نحن نشوفهم معظم وقتهم إما ما حدا عم يحكي معهم هذا بسموه الفقر البيئي للغة أو مشوفهم على التلفزيون وهيك منشوف أنه ما فيه تطور فيه محدودية كتير بمخزون الكلمات واستيعابهم بالإضافة للتعبير هلأ اضطرابته في التوحد منشوف أنه نحن عم نوقف الطفل عند مرحلة معينة من تطور الكلام وهو مجرد باستكراري وعم يكمله بمرحلة حتى ثلاث سنين والأربعة سنين فنحن لما بدنا نقارن الطفل بدنا نقارن أنه على أكثر من موضوع مو بس أنه نحن نقيس موضوع تأخر الكلام فلأنه كتير في اختلاف لأنه بيالك إذا ما تأخروا الكلام أنا بخاف لا في عدة عوامل وفي فروقات كتير كبيرة يعني لحتى الأهل يقدروا ينتبه حتى اضطرابته في التوحد وعنده خلل بالمعالجة الحسية أطفال هنا عندهم توحد منشوف عندهم مثلا خلل على مستوى مثلا المسيرات الضوئية منشوف أنه بتداية أمن الضوء أو بيحبوا تضول كتير منشوف بتداية أمن الأصوات منشوف أن كل الوقت عم يحاولوا يستكروا إذنان ما بدهم يسمعوا نوع من الأصوات لأنه بينزعجوا منه أما اللي عندهم حالات تأخر لغوي هنا الطبيعيين بنتعامل بكل الموضوعين المسيرات الحسية فإنان ما عندهم خلل فمنرجع منقول أنه دائما في أعراض مرافقة مو بس موضوع تأخر الكلام بس هو أول عارض لأي حالة بدنا نشخصها هو تأخر الكلام بعد هيك نتجه لأختصاصي إذا لقينا نحن قطعنا عمر السنتين وما تطورات والسنتين ونص ولقينا الولد واقف فهون أكيد في استشارة شو اللي عمل أو المؤثرات لحتى مثل ما يعني أشرتين نقاط سريعا أنه شو هي الأسباب اللي بيتأثر على الطفل لحتى يكون عنده التأخر لغوي لأنه عم نشوف اليوم كمان يمكن نوعا ما التكنولوجيا والتطور والقاعدة ساعات طويلة على الموبايل أو التاب بتأثر بصير في عندك عملية تخدير فهون مختلف الموضوع ولا كمان إله عامل بيأثر طبعا هلا أكيد بالنسبة للمتأخرين أطفال طبيعيين بس ما تطورت عندهم الكلام كمراحل تطور طبيعي بمرحلة أي طفل فنحنا هون بيجي إنه نحنا منشوف ندرس حالة الطفل إنه هو ليش ما تطورت عنده هدو الكلمات أو ليش ما صار عنده مستوى الجملة فمنشوف إما كل الوقت هو ملازم لشغلات نمطية بيعملها أو يتفرج على التلفزيون كل الوقت ما في حوالي محيط يعني بيغني الكلام عنده فمنشوف في الأهل حتى الأم مثلا مهمة للا ابنة ما كتير بتحكي معه ما في تفاعل معه فهون نحنا عم نأخر من مستوى تطور الكلام هلأ بالإضافة نحنا نكون في حصين السمع ننتأكد إذا أول بدخل رئيسي للغة والنطق هو السمع نحنا هون ننتأكد إنه السمع طبيعي ما في عندي أي شي عم يمنع السمع حتى في نقص السمع التوصيلي بيكون هو ناتج عن تجمعات لسوائل موجودة بإدن الطفل عم تعمله خلال ولكن مو إنه ما بيسمع بس توصل الأصوات مشوهة لإله فمشوف هون صرنا فتنة بإضطراب فنولوجي نطقي يعني نشوف عنده الأصوات فيها متأسرة وحتى هذا ما بيخلي يكمل ويطور كلامه فبتلاقي كل ما يعني بدا يحكي بيحكي بثلاث أربع أصوات فما هم تتطور عنده مفهومية الكلام هو بيوقف تطور الجملة ويوقف تطور الكلام اللي بده يحصل لمرحلة أنه يتفاعل ويحكي إقصاص ويسرد فهدول أكيد نحن بنا نكون نحن متأكدين يعني نحن بهمنا بالكلام يكون عنا سماع سليم ودرجة زكاء طبيعية يعني مستوى عقلي صحيح المناسب لعمره حتى هو يتطور عنده اللغة طيب دكتورة وأستاذ ولاء خلينا شوي نعرف معلومات اليوم لما بنا ندخل تحددنا الحالة فرقنا وميزنا بين طفل التوحد وبين طفل تأخر بالنطق العلاج يختلف وخصوصا نحن نحن نحكي عن علاج اجتماعي بقدر كتير كبير وأختصاصي ونفسي اليوم طفل التوحد اللي بيكون عنده مشاكل بالنطق واللي هي مشاكل التنميط التنميط والتكرار تختلف طريقة علاجة عن تأخر اللغوي اللي ممكن يكون مشاكل بالأحرف عدم سماع وغيرها فخلينا نحكي شو الفرق بالعلاج بينها بالبداية التشخيص لازم يكون بالبداية واضح حتى نحن نقيم مستوى الحالة اللي موجودة عندنا لأنه نحن حتى بتشخيص التوحد عندنا معايير معينة نمشي على هو الدليل الأحصائي هذا الخامس تابع للطب النفسي هو بيعطينا معيار لحتى نحن نمشي عليه ونشخص طفل التوحد هلأ في حال تم تشخيص أن هذا الطفل هو بيعاني من التوحد فهون بنحط له خطة بتكون خطة هي أول شيء يعني أول صلب نحن نبلش فيه هو التواصل والتفاعل بعد هيك نبلش شغل على اللغة وعلى كيف يعبر عن احتياجاته بالإضافة لتعديل السلوك لأنه نحن معظم حالات التوحد بنشوف عندهم مشاكل بالسلوكيات وبالنمطيات اللي هنا بيعيشوها بالإضافة لمشاكل بالتكامل الحسي اللي حكينا عنهم هي المدخلات الحسية كيف تجي لإنهم وكيف بيتعاملوا فنحن بنشوف عندهم على أكتر من ناحية فيه خلال فهون بيجي تدخل خطة تربية خاصة يعني بتراعي كل نئات الضعف وبتعمله تدخل مبكر للطفل حتى يبلش نوعا ما يتحسن ويوصل أقرب لطفل طبيعي بـ 80% ومو أكتر تمام؟ بس نحن هون حسب بعدين كل طفل ودرجة التوحد عنده نسبة التوحد والشدة أما الطفل المتأخر لغويا نحن بنقول أنه هذا الطفل ما اكتسب بعمر معين الكلام لسبب مثل سمعه غيره أو فقر بيئي حواليهن نحن بنحط له خطة خاصة حتى نزيد عنده الحصيلة اللغوية ونطور مستوى الجملة وهذا الأسرع بالنسبة لنا فنحن نلاقي أن الطفل كمل لكن بعض الأطفال كمان نحن هون لازم نشير لنقطة أنه أحيانا الأطفال اللي بيكونوا متأخرين لغويا ممكن يكونوا أحد يعني هنا عندهم خلل هو اضطراب وصعوبات التعلم فهدول كمان بيكون منشأة لغوية كمان بدنا نكون نحن حذرين أن الطفل اللي تأخر ممكن يكون عاني بعدين بمرحلة الأكاديمية من مشاكل بالقراءة وبيدمش الأصوات بالفهم القرائي وبالتهجي هذا كمان نحن بدنا نكون مباشرة على الطلاع هون التشخيص مهم لنحن نحاول نفرق وعلى أساس نحط الخطة العلاجية وأكيد ما بتشابهه أكيد هون قطة كثير مهمة التشخيص الصح للحالة لنعرف كل طفل طريقة العلاج والخطة الموضوعة ليلو بس ضروري يمكن إذا بنا نحكي عن الحالة إذا كانت ببداياتها ببداية لازم يكون في مختص معي ولا ممكن أنا كأم أقدر تابع مع الطفل كثير من الأطفال مبين حبوا يندمجوا والولاد بتلاقي غير الموحيط طبعا بدك وقت أساساً تخلي يندمج مع الآخر التشخيص بالنسبة للأطراب طيب في التوحد بنتأخر فيه لعمرة 3 سنين ونص لحتى تثبت الأعراض ولكن مرحلة اللي قبل بتكون مجموعة نعم نجمع الأعراض من الأهل يلي هنا نعم يلاحظوها عند الطفل ما فينا نقول أنه هذا الطفل بيعاني من اطراب طيب في التوحد لحتى فعلا تثبت الأعراض لنعرضه للمجتمع لنعرضه لتفاعل لنعرضه لسروا الغوية لحتى هو الطفل نشوفه إذا فيه سبتة الأعراض ولا لا فهون بده يكون التدخل قبل التشخيص هذا الشي ما بنختلف عليه بالنسبة لموضوع أنه نحن المتأخرين لغويا حتى لو الأم لاحظت شكوى فيها تسأل وفيها اليوم استشاريين وأخصائيين أنه تقصروا موجودين وحتى في حملات توعية بهذا الشي حتى لو لاحظت تبلش تجمع معلومات في حالة عرضت الأخصائي تحكيله عن تطور هذا الطفل بس برجع بقول طالما الطفل عم يتفاعل ويقشر حتى فيه شغلة فارقة طفل التوحد ما بيقشر عن الاحتياج أما الطفل المتأخر لغويا بيعبر بالإشارة عن اللي بده يا حتى لو ما عنده كلمات يعني اليوم هيك قدرنا نتعرف على بعض الأساليب المفتاحية والخطوات المفتاحية للتفريق والعلاج بنا نتشكر وجودك معنا الاقتصاصية شكرا لك